مبروك مبروك لكل الأهلوية حقيقة إنجاز عالمي والأهل العالمي عموما تريد مارك مبارح الأهل يتجاوز عقب سياتل ساوندلز كما كان متوقعا صحيح كنا مسيحين البطولة من أول لحظة خطوة بخطوة لكن أمنا في الوصول للدور قبل النهاية الوصول للمربع دهبي كان كبير جدا والأهلوية في انتظار مباراة القرن كما أطلق عليها الأهلوية في مواجهة ريال مدريد يوم الأربع اللي جاي احنا هنعيش معاكم لحظة بلحظة وساعة بساعة في انتظار المواجهة المهمة جدا فيه ناس كتير جدا طبعا بما أنه الأهلوية هو بطل القرن في أفريقيا والريالوية هو بطل القرن في أوروبا والاتنين هما الكبار هما اللي بيتنفسوا على العدد الأكبر من حيث البطولات على مستوى العالم الريال طبعا الملكي في المركز الأول والأهلوية في المركز الثاني في المباراة يعني وأخذ الطبع مهم جدا ومماس جدا أنا بالنسبة لي هسميها فرصة العمر المباراة دي فرصة العمر فرصة ما بتجيش وما بتحصلش وما بتكررش كتير فرصة تاريخية أمام الجيل الحالي من لعبة النادي الأهلي أمام مستر مارسيل كولر في تحقيق إنجاز تاريخي مش بس بالوصول للمباراة النهائية لكن كمان بتجاوز تجاوز الريال في مباراة رسمية في بطولة العالم للأنتية وكل شيء ممكن وكل شيء جايز والرهان من اللحظة دي على الروح الروح اللي صنعت الفارق في كل البطولات وفي كل الإنجازات وفي كل الأرقام القياسية اللي هكلم حضراتكم عليها النهاردة أمام الريال يوم الأربع اللي جاي عندي كلام كتير قوي عن المباراة وعندي كلام كتير جدا عن مكاسب الأهلي من مشاركته في المونديال وعندي كلام أكتر عن عدالة السماء وفي الآخر ربنا ما بيضيعش أجر حد ولا مجود حد اجتهد وحاول واشتغل على نفسه وطور من نفسه وكلمة أخيرة للناس كلها الحقيقة أين كانوا بقى إعلام رياضي منافسين مسؤولين اتحاد كورة ربطة أندية لجنة حكام لجنة انضباط أين كان كل الجهات الكيان والمؤسسة اللي تفضل دايماً رفع عالم مصر ومشرفة مصر ومشرفة المصريين ومشرفة العالم المصري في كل المحافل الدولية لابد إنها تحظى بكل احترام وتقدير ولابد إنها تحظى بكل أنواع الدعم الممكن الأهلي لو موجود في منظومة محترفة محترفة خليني أقول محترفة كان الحقيقة يعني كان مفترض أن يلقى كل الدعم الممكن ولكن رغم كل المطباط الصعبة واللي عدى بيها النادي الأهلي قدر ينجح فيه تحقيق إنجاز جديد فكرة أنك أنت توصل مش بس لبطولة المونديال الأندية ولا فكرة أنك أنت توصل لمربع الدهب في مونديال الأندية للمرة الخامسة من أصل ثمان مشاركات ده شيء ما يعملوش غير الأهلي والحقيقة أنه الإنجاز ده كمان بيفضح كتير من الفوارق بعيدا عن شغل الدجل وبعيدا عن شغل الشعوزة يبقى الأهلي في المحافل الدولية وبعيدا عن المشاكل التي تحصل في منظومة الكرة ومنظومة الرياضة في مصر قادر دايما على تحقيق الجديد وتحقيق الإنجازات طول والآخر أمام الكبار وأمام أبطال القراط نهاردة حلقتنا احتفالية بمناسبة فوز الأهلي على سيادة الساوندز والأهم الحديث عن المباراة والمواجهة المنتظرة التي تجمع بين الأهلي وريال مادريد قبل ما ندخل في التفاصيل فاصل ونرجع نبدأ حلقتنا نحن اللي همنا كرة وكرة الأهلي بخير ده اللي أثبتته تجربتنا في بطولة كس العالم للأندية بداية أمام أوكلين مباراة أكتر من رائع وخد بالك أنت بتلاعب فرق عندها شخصية البطل كلهم دايما أبطال أبطال محليا وأبطال قرية وبالتالي المواجهات والتحديات والدوافع مختلفة عن أي بطولة تانية هنا احنا مش بنتكلم على بطولة محلية ولا بطولة حتى قرية احنا متكلم على أبطال القرات وبالتالي كل فريق حاضر بشخصياته وبإمكانياته وبرغباته وبدوافعه وعنده رغبة في تحقيق إنجاز من هنا بتيجي صعوبة المواجهات فكونك تبتدي المباراة الأولى أمام أوكلين سيتي وتعمل عرضة أكتر من رائع وتكسب بتلاتة في مقابل لشيء ثم تواجه فريق إمكانياته خلينا نتكلم بمنطقة الأريحية والصراحة إمكانياته المالية وإمكانياته الفنية وعدد المحترفين بتاع الفرقة فيها 13 محترف أغلبهم من أمريكا الجنوبية ثم أوروبا بالتالي فيه فوارئ كبيرة جدا ولكن الدرس بيتكرر مرة تانية زي ما قابلنا فرق كتير قبل كده في مشوار البطولة ونجحنا في أن احنا نتجاوزها وأنا بشوف الفضل ده في فكرة أنك أنت تقابل فرق ممكن تبقى أقوى منك على المستوى الفردي أو على المستوى المالي وتقدر تتجاوزها هي عقلية لعبة نادي الأهلي هي روح الفنية للحمر واللي براهن عليها بشكل كبير جدا وهقول لكم ليه في مواجهة ريال مادريد هي مواجهة صعبة ولكنها بالتأكيد ليست مستحيلة عايزة بس قبل ما أتكلم على مكاسب الأهلي وهي كتيرة جدا المكاسب اللي حقاق على الأهلي من مشاركته في المونديال وحتى بعيدا عن لغة الأرقام كبيرة جدا ولا تقدر بسمن خليني أقول لك كده لكن لابد كمان أن أنا أقول لحضرتك ودي حاجة تهمنا جدا وتشرفنا جدا في قناة الأهلي أن المكاسب ليست فقط رياضية ولكنها كمان مكاسب إعلامية ومن أول يوم فاكر كواس جدا البدايات من أول يوم لنا على شاشة النادي الأهلي كنا حارسين منطع الحرص أنا وكل زميل الحقيقة أننا نقدم محتوى إعلامي يليق باسم نادي الأهلي يليق بنادي القرن يليق بواحد من أكبر الأندية على مستوى العالم وفي ظل صعوبة الموقف والمشهد الإعلامي هنا كان فيه أوقات كتير جدا كتير من التحديات كنا حارسين أننا نتمسك بالمبادئ دي كنا حارسين جدا وغيرين جدا على اسم نادي الأهلي واحد من إنجازات البطولة دي الحقيقة نجاح إعلامي كبير جدا أتمنى إن شاء الله وانتظروا بإذن الله قبل مباراة الأهلي والريال فكرة التعاون الإعلامي والبروتوكول الإعلامي اللي هيكون بين قناة النادي الأهلي وقناة ريال مدريد أحد أكبر أنديت العالم هتشوفوا الحقيقة محتوى جديد من نوعه وما كانش ممكن أبدا يكون فيه نوع ده من التعاون ما لم تكن الحقيقة شاشة النادي الأهلي على نفس القدر وعلى نفس المستوى لنادي كبير ونادي عظيم لي جمهرية على مستوى العالم كله زي ريال مدريد نتمنى إن شاء الله نقدم لحضراتكم محتوى جيد وهو الحقيقة أنا بشكر ومبارك لكل الزملاء في القناة بداية طبعا من زميلي كابتن أسلام الشاطر أستاذ إيهاب الخطيب أستاذ باسم عزمي أحمد غنيم وغيرهم الحقيقة من الكتيبة الكبيرة جدا اللي دايما بتشتغل عشان تقدم للأهلوية محتوى يليق باسم النادي الأهلي ده من ناحية العالمية أما من ناحية المكاسب لحقق النادي الأهلي برضو بعيدا عن فكرة الملعب والتسعين ديها والألقاب والبطولات والأرقام هي فكرة الصيت الأهلي اللي كل يوم اسمه وعلمته التجارية واللوجو بتاعه بيزداد انتشارا وبيزداد يعني شهرة على مستوى العالم النهاردة وسائل عالم كلها في كل أنحاء الأرض بتتكلم على الإنجاز الجديد اللي حققه النادي الأهلي بتتفوقه على بطل أمريكا ويات المتحدة الأمريكية طبعا والكونكا كاف اللي هي أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ودول الكريبة النهاردة الأهلي الحقيقة بقى مقدر بشكل كبير في كل مكان في العالم وشهرته الحقيقة بقت على أعلى مستوى نتمنى إن شاء الله أنحاء إنجاز يخدنا وينقلنا النحية تانية وليه أقول لكم أن أنا مراهن على مطش الأربع لأنه وليه قلت في بداية الحلقة ودي نقطة مهمة جدا ورسالة أنا في أكتر من رسالة حابة بيوجيها النهاردة سواء لجمهور نادي الأهلي سواء لإقدارة نادي الأهلي وعلى رأسها طبعا كابتن محمود الخطيب وللعبتنا لعبت نادي الأهلي وهي أبدأ باللعب واحد جمهور الأهلي طول عمره في ظهركم حتى في المطبط الصعب أنا أتكلم على جمهور الأهلي الحقيقي جمهور الأهلي اللي ما بيزعلش وما بيغضبش وما بيقلبش في لحظة أو في ثاني وهي الأغلبية الكسحة من جمهور نادي الأهلي في ظهركم في الأوقات الصعبة على الحلوة وعلى المرة زي ما بنقول وبيتهيالي أنت كلعيب كورة الفرصة دي قد لتتكرر كثيرا فكرة أنك أنت تواجه ريال مدريد واحد في مباراة رسمية اتنين في بطولة كاس عالم تلاتة أن المباراة دي تكون طريقك لأول مرة في التاريخ للمباراة النهائية فرصة لن تتكرر عشان كده قلت هي فرصة العمر فرصة عليك أنك أنت تستغلها أفضل الاستغلال ممكن وخصوصا زي ما قلت قبل البطولة ما تبدأ أنه الريال مش في أحسن أحواله أنه الريال ما هواش النسخة المرعبة من ريال مدريد وخليني أقولك أنه ممكن الفوارق ما تكونش كبيرة جدا في البطولة دي تحديدا بين كل الفرق المشاركة بما فيها حتى فلمانجو ألبرازيل الفوارق اللي دابت في كاس العالم ممكن جدا في كاس العالم للمنتخبات يعني ممكن جدا جدا لو نفس الروح والتركيز والإصرار موجودين ممكن جدا تدوب في المباراة اللي جاية وخصوصا ودي نقطة تانية برضو بتصب في مصلحتنا أنه الريال هيفتقد لعدد كبير جدا من نجوم طبعا الحالة النهائية لم تحدد بعض اللي أطاط لحضراتكم شافينا دي على الهواء مباشرة نهاردة طبعا ميستر كولر قرر أنه ما يكونش فيه راحة يعني نهاردة اللي عيبت مرانة الصبح هنسافر تالت خدوا بالكم أنه ودي جزء يعني أنا مبارح طبعا يعني كنت سعيد جدا 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 المباراة تهت فوقتها الأصل كنت سعيد جدا 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 بالقضية الجديدة التخصص مجدي أفشا ومجدي أفشا أعتقد أنه بالهدف ده حيرجع لنا أفشا اللي احنا عارفين صحيح هو بازل مجود كبير وقدر يعني يرجع لجزء أو استعاد جزء كبير جدا مستوى لكن أنا شايف أنه أفشا لسه عنده أكتر من كده بكتير والهدف بتاع مبارح ده أعتقد يقدر يكون واحد من الضافع اللي ترجع أفشا مرة تانية لكن ليه بقول كده لأنه بقول إحنا رحنا تطوان ومن تطوان رحنا تانجا والنهارده اللقطات اللي حالكم شايفين شايفينها على هوا دلوقتي هي بداية رحلة جديدة من تانجا للرباط الرباط اللي هتصطديف مباراة الأهلي وريال مادريد دي طبعا لقطة مع أعتقد دول العاملين في جوة الفندق طبعا ونتمنى طبعا رحلة هتستغرق حوالي أربع ساعات وده جزء من التعب والإرهاق اللي الجمهور ما بيحسش به أنت بالنسبة لأهلي سافر المغرب لعب كاس عالم لك بتاخدش بالك أنه بين كل مباراة ومباراة في رحلات رحلة من تطوان لتانجا تانجا ورحلة النهاردة من تانجا للرباط بيبقى طبعا حجم الإرهاق كبير جدا على اللعيب عشان كده أنا قلت أنه يعني في مصلحتنا جدا جدا وربنا أكرمنا بهدف قبل نهاية المباراة في وقتها الرسمي لأنه اللعيبا برحلة لو كانت كمان لعبة شوت إضافي كانوا هيبقى بزلوا مجهود كبير جدا 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 في خلال تلات أيام تلعبت الأربع ولعبت السبت مع بطل أوقيانوسيا وبطل الكونكا كاف فبالتالي أنك تبقى طالعا من المعركتين دول منهم واحدة كمان بوقت إضافي قبل ما تروح تلعب مع الريال تلات مطشاط من العارة التقيل في أسبوع واحد كان هيبقى شيء مرهق جدا فالحمد لله ربنا أكرمنا وقدرنا نحسن مباراة 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 مواجهة سياتل ساوندرز في الوقت الأصلي أعتقد إلى حد ما ده هيخفف شوية من الحمل البدني على اللعيبة أحسن ما كنا لعبنا طبعا 120 دقيقة في النهاية ميستر كولر قال لك مفيش راحة وهنبدأ الاستعداد والراجل حقيقة واضح أنه مذاكر أو محضر بينه وبين نفسه لفكرة مواجهة ريال مدريد وده طبيعي جدا لكن خلينا أقول لك كمان أنه النهاردة كان فيه مواجهة الريال في الليجة في أسبانيا كان بيالعب مع ريال مايوركا والمباراة متأكد بخسارة الريال 1-0 مش بس كده من نتاج المباراة أيضا أنه تيبو كورتوى حارس المرمى الأساسي في ريال مدريد وحارس المرمى طبعا منتخب بالجيكا واحد من أفضل الحراس على مستوى العالم فيه احتمالية أنه يغيب عن مشاركة الريال في المباراة اللي جاية في كاس العالم الأندية لأنه النهاردة وهو بيسخن تعرض لإصابة في العضلة الضمة صحيح يمكن ما فيش تفاصيل عن مدة غيابه لكن ما تنساش كمان أنه الريال عنده مواجهة مهمة جدا مع ليفر بول نفس الشهر ده في تشامبيونز ليج ودي بالتأكيد دخل في اعتبارات وفي حسابات الجهاز الفني لريال مدريد يعني مع أنشلوتي يفكر مليون مرة قبل ما يستعين بعدد من النجوم لأنه مشكرتوها بس اللي مصاب عندك إيدن هازلت مصاب عندك إيدر ميليتاو مصاب عندك كريم بن زيمة مصاب وحتى لو كانت حالتهم في خلال الأيام اللي جاية ممكن تسمح ليهم بالمشاركة فقد يكون هناك تخوف من الجهاز الفني من كارلو أنشلوتي أنه يجازف أو يخاطر بواحد من النجوم دول في مباراة مباراة قبل نهاية كسر عالم قبل ما يروح طبعا لمواجهة الشامبيونز ليج في مواجهة ليفر بول فالحسابات هتكون معقدة جدا لكن بعيدا عن حسابات الريال أنا اللي همني حساباتي حساباتي أنا كانادي أهلي وهنا أنا زي موجهة رسالة للعيبة عايز أوجه رسالة للجمهور رسالة للجاي عشان اللي جاي لسه صعب عشان هم هم نفس اللعيبة دول اللي أنتوا في أوقات كتير أو لجزء من الجمهور أنا عارف أن فيه كتير من الجمهور نادي الأهلي بتدعم زي ما قلت على الحلوة والمر لكن في أوقات كتير وبالذات على السوشيال ميديا الحقيقة يعني أنا ما بحبش السوشيال ميديا أوي يعني وعرف أنه أغلبهم بيبقوا شغلهم ورزقهم وأكل عيشهم وفيه ناس بتاخد فلوس على ده لكن في النهاية أهم ما بيأثروا فيه خلينا نقول في جزء من قاعدة الجمهورية والشعبية للنادي الأهلي في وقت ملاوات بيتم استدراج جزء كبير من جمهور نادي الأهلي أنه يبقى سلاح ضد فرقته نفس اللعيبة دي ونفس الفرقة دي هي اللي تهجمت في وقت ملاوات واللي تقالت أنه الأهلي محتاج تيم جديد في سوء الانتقالات واللي تقال أنه عدد كبير جدا منهم ليصلح خدوا بالكم خدوا بالكم بالورع والقلم الفريق ده هو هو نفس الفريق اللي شارك في بطولة كاسة عامل أندية اللي فاتت واللي شارك في بطولة كاسة عامل أندية اللي قبل اللي فاتت ما فيش جديد بالسسناء مروان عطية وبالسسناء خالد عبد الفتاح دي الإضافة الجديدة اللي ظهرت على سكوة الأهلي في البطولة دي صفقات الأهلي اللي أبرامها مسؤولي النادي الأهلي وقدرت نادي الأهلي في المركاتو الصيفي والمركاتو الشتوي أغلبها لم يشارك برونو سافيو بره وأعتقد كابتن سامي أمصان يتكلم ووضح كتير من المغالطات المتبطة باسم برونو سافيو في الفترة الأخيرة وأنه بره الحسابات ومشكلات جوستافو والكلام ده ليس له أي أساس من الصحة كريستو محمد الضاوي شادي حسين وطبعا ميسي اللي طلع عارب فبالتالي الأهلي تقريبا داخل البطولة بنفس الاسكواد هم هم نفس اللعيبة اللي وقفوا في كاس العالم ورفعوا رأسكم ومشرفوكم فأوقات كتير جدا ممكن يبقى فيه زلة وممكن يبقى فيه سقطة وممكن يبقى فيه كبوة لكن الأهم أنك أنت تعرف تقوم منها بسرعة وترجع بطل ترجع بطل سوبر ترجع متصدر الدوري ترجع متأهل لنهائي الكاس ترجع متأهل لمربع الدهب في كاس العالم للأندية عشان كده ما تلووش علينا لما الفريق يبقى في مشكلة أو يبقى في ورطة أو يبقى في كبوة أنه إحنا هنا دورنا يمكن مختلف شوية عن الجمهور ما ينفعش نهد وما ينفعش نكسر ينفع نساند وينفع ندعم دورنا هنا أنا وكل زميلي للأسف الشديد ممكن في أوقات كتيرة جدا أن نبقى بنتهاجم على أن إحنا بنقوم بالدور ده نقطة نمرة ثلاثة والنقطة دي قبل ما أتكلم فيها ودي رسالتي لكابتن محمود الخطيب قبل ما يكون رئيس النادي الأهلي الأسطورة اللي أنا شخصيا بعشقها واللي عارف قد إيه هو بيضحي وبياخد من وقته ومن مجهوده ومن صحته رغبة منه في أنه يكتب تاريخ جديد مع النادي الأهلي ويصنع مجد جديد للنادي الأهلي على كل مستوات مش على مستوى الرياضة بس ووثق أنه يمكن يكون واحد من أكتر الناس على سطح الكوكب اللي بيغيروا على اسم النادي الأهلي الرسالة دي إنجاز دي أنا أتكلم فيها باسم الجماهير مرتبطة بموسم الانتقالات اللي جاي موسم الانتقالات الصيفي اللي جاي انتقالات الصيفي وهذا ليس تقليلا أبدا من إمكانيات لعبتنا وانجومنا اللي شرفونا ورفعوا رأسنا وعملوا أكتر من المطلوب منه ولكن لما اتكلمت معاكم من زمان جدا من قبل ما حد يتوقع أو ممكن يكون شايف أنه الأهلي هيكون بيشارك في كاس العالم قلتلكم أن الموسم اللي جاي ده في الصيف اللي فات قبل الموسم ما يبدأ قبل ما نلعب مع الاتحاد المنستيري التونسي في الدولة 32 في دولة الأبطال قلتلكم أن الموسم اللي جاي ده استثنائي على كل مستوى على مستوى المنافسة واسترداد لقب اتحرمنا منه بفعل فعل لقب الدولة والكاس في البطولات المحلية وعلى مستوى استرداد لقب دوري الأبطال الأفريقي اللي برضو للأسف الشديد جدا اتخذ مننا بفعل فعل وبجريمة مكتملة الأركان واستعدادها لبطولة كاس عالم كنت شايف وكنت متوقع بشكل كبير جدا أن الأهلي هيشارك فيها وما تسألنيش ليه حسابات كتيرة جدا كانت مرتبطة بالبطولة دي كنت يعني عندي شبه يقين أن الأهلي يلعب البطولة دي بالإضافة لبطولة المستحدثة وهي البطولة الأهم هي بطولة السوبرليج عشان كده اتكلمت وقلت أن المركاتو ده ممكن يكون المركاتو الأهم والمركاتو اللي جاي تحديدا في فترة الانتقالات الصيفية لا يقل الأهمية إن لم يكن بيزيد أنا شايف أنه مستوى منافسة الأهلي وطموحات إدارة الأهلي وطموحات جماهير الأهلي أعتقد بقت بتروح لأبعد بكتير من مجرد أنك أنت توصل لمربع دهبي النهاردة جمهورنا دي الأهلي بيفكر أنه إزاي هنكسب ريال مدريد وده مش هيحصل إلا لما تكون فيه عناصر قادرة بجد على أنها تاخد الأهلي كمان لمستوى أعلى من كده وما عنديش شك في أن قدارة الأهلي هتشتغل على ده من بدري بإذن الله دي رسالة الجماهير مش رسالتي أنا بس كأحمد أنا أعتقد أن كل جماهير بتتكلم في الموضوع ده والمركاته اللي جاي هيكون صعب وخصوصا طبعا مع الظروف الاقتصادية الصعبة اللي بتعيشها بلدنا واللي نتمنى إن شاء الله أنها تتجاوزها في أسرع وقت ممكن إن شاء الله بإذن الله نقدر نعمل ده النهاردة الحقيقة يمكن ميستر كولر كان لي اجتماع خلينا يتابع معكم أخبار البعثة زي ما قلت لكم البعثة دلوقتي في طريقها للرباط إن شاء الله استعداد لمواجهة الريال يوم الأربع اللي جاي وفي بعض الملفات اللي يمكن ميستر كولر بدأ التحضير فيها مع جهاز والمعاون أولها طبعا الملف الطبي دكتور أحمد أبو عبل طبيب الفريد النهاردة كان فيه اجتماع بينه وبين ميستر كولر قبل بداية الميران الجماعي اللي طبعا تلعب في ملعب ابن بطوطة في مدينة تنجة ملعب استضاف مبارات مبارح وكان فيه حرص على يعني الاتمئنان على حالة اللعيبة خصوصا بعد مواجهة سياتل ساوندز وحالة الإجهاد اللي ممكن يكون بيشعر بيها البعض خليني أقول لكم أفشة من اللعيبة اللي يمكن كان نسأل أنا عليها جدا الجهاز الفني حط الأفشة برنامج تدريبي منفرد على طبعا هامش الميران اللي النهاردة تلعب الصبح أو التمرير اللي اتعاملت الصبح النهاردة وبعد ما خلص البرنامج اللي تحطي له شارك في جزء بسيط من التدريب الجماعي اللي عملوا الفرقة وخضع لبعض التدريبات كده منفردا طبعا مع أندرياس أندوية المخطط الأحمال في الفريق ودكتور أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي قال إنه حدد برنامج تدريبي خاص هيكون لمحمد مجدي أفشة بسبب إنه اشتكى طبعا من دور برد خفيف بعد مواجهة سياتل الأمريكي مبارح وقال إن شاء الله أنه هو هيكون جاهز للمشاركة في المرام بشكل جماعي بداية من بكرة إن شاء الله ده أفشة طبعا وظهوره في تمرينة النهاردة أرقام الأهلي وده نقطة مهمة جدا لأنه المشاركة التامنة على التوالي والوصول للمربع دهبي اللي مرر خمسة على التوالي والفوزين المتتاليين اللي حققهم من نادي الأهلي خدوا الأهلي في حتة تانية واحد الأهلي في صدارة الفرق الأكتر خوضا للمباريات في كاس العالم الأندية مبارح وصلنا لعشرين مباراة وده رقم ما فيش أي فريق تاني وصل له بما فيهم أوكلان سيتي صاحب 11 مشاركة الأهلي بيحتل المركز التاني في قايمة أكتر الفرق اللي حققت فوز أكتر الفرق اللي فازت في مباريات كاس العالم الأندية برصيد تمانية احنا كنا متساويين مع البارسة احنا الاثنين كان عندنا سبع مباريات فوز حققناها في مشاركتنا في الكاس العالم الأندية ورر احنا الاثنين ورر الريال المتصدر برصيد عشر مباريات فاحنا كده بعد ما فوزنا على سيئات الساوندرز وصلنا الرقم 8 وانفرضنا بالمركز التاني وبيفصلنا برضو عن الريال مباراتين يعني فوزنا ان شاء الله بإذن الله بإذن الله عن الريال يوم الأربع اللي جاي انا مش ممكن اتخيل هو مين تاني ممكن غير الأهلي يعملها يعني اسأل نفسك السؤال ده كأهلاوي كده وانت عندك احساس شديد جدا بالفخر والسعادة انك انت بتنتمي للنادي هو مين تاني جمهور ممكن يفكر انه كل ما يشارك في كاس عالم يتقاهل للمربع الدهبي مين تاني جمهور بتكلم بجد والله انا مش ببالغ مين تاني جمهور في الدنيا ممكن يبقى رايح يواجه ريال مدريد وهو عنده جزء من اليقين والقناعة بانه ممكن يكسب ريال مدريد الاهلي امبارح بفوزه على سيئات الساوندرز بيكون اول فريق عربي وافريقي بيتقاهى لنصف نهائي كاس العالم للاندية للمرة التالتة على التوالي مش بيتقاهل لبطولة كاس العالم بيتقاهل للدور قبل النهائي في كاس العالم للمرة التالتة على التوالي الاهلي طبعا خرج بشباك نظيفة في مباراة امس بيتعتبر تالت مباراة على التوالي في كاس العالم الاندية يخرج بنتيجة يعني شباك نظيفة زي ما بيقولوا تلت مباراة على التوالي محمد الشناوي بقى واحد من اساطير كاس العالم لأنه أصبح أكتر حارس بيشارك مع النادي الأهلي في كاس العالم للأندية بقينا بنتكلم على كاس العالم كأننا بنتكلم على شامبينز ليج حمد مجد أفشا بيسجل أول هدف ليه في تاريخ مشاركاته عشان يكون عدد لعبي النادي الأهلي اللي سجلوا في شباك المنافسين في منافسات المونديال 12 لعب والأرقام تتوالى أنا بس طبعا هقف طبعا مع نجمينا النهاردة كابتن رمضان السيدة شرفنا في السادسة هقف معاه وأكلم معاه على أرقام الأهلي ومكاسب الأهلي في البطولة عندي تفاصيل كتير جدا هحكيها لكم خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا في السادسة طيب خلينا أقول لكم طبعا أنا كنت أتمنى بشكل شخصي أن الشحات يلعب أو ياخد جزء من مطش مبارح بعد المستوى الرائع اللي قدمه في مبارات أوكلان سيتي هو حسين حقيقة في المسم ده وفكرنا بحسين الشحات اللي احنا يعني يعرفينه اللعب صحب الإمكانيات اللعب اللي بيظهر دايما خدوا بالكم فيه لعيبة كتير عندها إمكانيات لكن في مطشات كبيرة والمناسبات الكبيرة والموعيد الكبرى زي ما بيقولوا ما بتبقاش ظهرة أو بتبقى مستخبهية خلينا أقولها بمتع الصراحة لكن الشحات لعيب كبير محدش يقدر ينكر ده ومحدش يقدر ينفي ده في مناسبات الكبرى دايما بيظهر ويكفي فخرا طبعا أنه معطوط مع الأساطير ماسي ورونالدو وجارث بيل في قائمة طبعا الأكثر تسجيلا في البطولة مبارح لو حسين خد حتى جزء المباراة كان بقى وصل للرقم القياسي في عدد المشاركة أو الظهور في مباريات كاس العالم فأتمنى طبعا مستر كولر لكن حسابات المباراة بعد تحقيق الهدف في الوقت الأخير ده كان صعب جدا لكن إن شاء الله فرص مشاركته بإذن الله يكون تكون كبيرة في المباريات المتبقية والأهلي لأول مرة هيخد أربع مباريات في مشاركته في كاس العالم يعني في كل السبع نسخ اللي فاتت يكون ملعب ثلاث مطشات بس المرة دي طبعا لأنه ابتدنا من الدور التمهيدي وصلنا لأوكلان سيتي ثم سياتل ساوندر ثم ريال مدريد وبإذن الله على حسب نتيجة المباراة اللي جاية نتمنى أنها تكون في صالحنا هيتحدد إذا ما كنا هنلعب مباراة نهائية ولا مباراة على الميدالية البرونزية فابيانو سانتا كروتش نجم نابولي وبرما الإيطالي السابق طبعا معنا على التليفون في فقرة يمكن لعشاء الدوري الإيطالي الحقيقة هيرجع بشكل كبير جدا يستعيد جزء من جماله ومنافسته القوية والصراع على القمة بين الكبار ونابولي السنة دي مع سبالاتي بقدمين موسم استثنائي الحقيقة وخصوصا أنه البعض كان متوقع أنه نابولي يتراجع في ظل استغناء عدد كبير جدا من النجوم زي إنسيني وزي كوليبالي كاليدو كوليبالي لكن حقيقة نابولي بقدم نسخة استثنائية بفكرنا بنابولي مارادونا في التمانينات خلينا ناخد رأي فابيانو سانتا كروتشي نجم نابولي بارما معنا على التليفون كان مفترض طبعا يبقى يعني فيديو كونفرنس لكن طبعا مشاكل تقنية منعت ده خلينا نرحب بيه على شاشة الأهلي أهلا وسهلا بيك شكرا لكم شكرا جزيلا شكركم خليني أبدأ الحياة مع الموسم الرائع والاستثنائي بداية هل تتوقع أو تعتقد أنه فرص نابولي في تحقيق اللقب هي الأكبر أم أنه المنافسة من وجهة نظرك حسمت بفعل ونابولي هو بطل النسخة الحالية من الكلشو الإيطالي نعم نعم لما لا نعم وهو فريق رائع وفي المقدمة ويفاجئنا دايما بانتصاراته الساحقة لا سيما على الفرق الإيطالية فكما رأيتم فوزه بثلاثية وقابل لا شيء نابولي فريق في الصدارة على الرغم الحقيقة من استعادة الدوري الإيطالي جزء كبير من قوته ومنافسته وجهة يمكن شوفنا حتى يمكن بعد سيطرة وهيمنى من اليوفي لسنوات طويلة جدا استطاع الإنتر أنه يحقق اللقب ثم الميلان والسنة دي يمكن يكون نابولي هو الأقرب لكن خلينا كلمك كمان على فرص نابولي إذا كانت الفرص كبيرة جدا في حسم لقب الكلشو أو لقب الدوري الإيطالي فخلينا كلمك عن فرص نابولي أيضا في تشامبيونز ليج كيف شايف مشواره وكيف شايف فرصه في تحقيق اللقب في نسخة الحالية من تشامبيونز ليج نعم أعتقد أنه بهذا المستوى يستطيع أن يصنع إعجازا كبيرا ففرصه أكبر من لغربول وفرصه أكبر من أي ناد آخر نادي نابولي قد حقق واحدا وخمسين هدفا في المقدمة الهجومية واستطيع أن يصنع العديد من المفاجآت ويستطيع أن يتغلب على جميع الفرق فلما لا نراه في النهائي لما لا نراه يحقق اللقب ويعود للصدارة مرة أخرى نسخة نابولي السنة دي في الموسم الحالي تحت قيادة سبالتي كتير بيعتقدوا أنها النسخة الأقرب أو الوريس الشرعي لنسخة نابولي مارادونا اللحاء علاقة بالكلش طبعا مع الأسطورة الأرجنتينية دياجو أرماندو مارادونا هل بطفق مع وجهة الناظر دي ولا لا؟ نعم نابولي مارادونا مستقلة عن نابولي الآن لكن نقول ونعطي كل جانب حقه أن نابولي الآن أيضا رائعة لكن لا استطيع الحكم بأنها مثل لاعبوا نابولي لا يكونوا مثل مارادونا لكن عندنا خفيشة ولا عيبون آخرون يستطيعوا أن يكونوا في المستوى الذي حققه مارادونا لكن كانت مختلفة في كل الأحوال إزاي بتشوف دور سبالتي؟ الحقيقة اللي نجح بنجوم يمكن ما كانتش معروفة قبل بداية الموسم لكنه نجح بتوليفة جديدة مختلفة ما بتعتمدش على يمكن أسماء برزة أو نجوم من الصف الأول لأنه يقدم فريق في منطقة القوة وينافس بقوة على لقب الدوري الإيطالي وينافس أيضا بقوة ويقدم عروض قوية جدا في بطول الدوري الأبطال نعم سبالتي رجل أقول دوما عنه ذو عقلية فازة نعرفه على النحو الشخصي فهو له دوما تكتيك وتخطيط مختلف هو يرى أن يدفع دوما بلاعبين جدد ويصنع منهم نجوما كبارا نحن نرى الآن نجوما ربما لم يكونوا بارزين مثل النجوم العالمية التي نعرفها لكنهم برزوا فعلا يمكن كتير من التقارير ابتدت تتكلم على رغبة عدد من كبار الأندقة في أوروبا في الدوليات الخامسة الكبرى يعني في أنها تشتري عدد من نجوم فريق نابولي يمكن كمان أربط ده أو جزء من سؤالي مرتبط بأنه كتير توقع أنه مستوى نابولي يتراجع بعد رحيل الأسماء التقيلة أو الأسماء النجوم البارزة في صفوف نابولي زي إنسيني طبعا نجم الكرة الإيطالية زي كاليدو كوليبالي مدافع الدولي السنغالي ورغم كده ده ما حصلش هل بتشوف أنه نابولي قادر على الحفاظ على الأسماء اللي بقت نجوم في الكرة الأوروبية في التوقيت الحالي ولا بعد انتهاء الموسم ممكن يروحوا لعندية تانية نعم ولكن من الصعب انتقال خفيش أصلا نعم من الصعب ان ينتقل الاندية أخرى قد تلقينا العديد من الطلابات من نوادي كبرى يسعون أن ينضم إليهم خفيش أو بعض لاعب نابولي لكن أنا تكلمت مع خفيش فقد أكد على بقائه في نابولي رغم لمعانيه وبريقه في نابولي لا سيما في هذا الموسم الكلام على فيكتور عوسمين والكلام أيضا على خفيش أكفاراتسخيلي طبعا نجوم النابولي في الموسم الحالي نعم 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 ن طيب لو كلمتك على بقية الانتدابات هل فيه تفكير من إدارة نادي نابولي في دعم الفريف بصفقات تانية هل فيه اهتمام ببعض النجوم المميزة في أوروبا؟ بالنسبة لنابولي لا أعتقد هو شيء طبيعي أن نضم أيضا لاعبين آخرين ولكن في هذا الموسم معنا من اللاعبين الكبار مثل خفيشة ومسيمين كما قلتم بالضبط أن هؤلاء لاعبين كبار لا يمكن لنا أن نشتري أو نبادر لانضمام بعض اللاعبين الآخرين فعندنا ما يكفينا من النجوم في بعض الأراء والتخارير اللي كانت بترصد أنه فكرة تفوق نابولي الموسم ده رجع إلى حد كبير للمشاكل ولتراجع مستويات الكبار في إيطاليا زي الميلا وزي الإنتر وزي اليوفي طبعا اللي بيعاني بشكل كبير مش الموسم ده بس يمكن لعدة مواسم ليس له علاقة يعني أنا من وجهة نظر أن هذا ليس له علاقة ولكن نابولي فريق متفوق يموت ويحيا من جديد فكلما قلنا أنه قد مات فريق نابولي نقول أنه قد أحياه سباليتي من جديد وقد جعله متفوقا وجعله في الصدارة لذلك أعتقد أن هذا ليس له علاقة الإنتر في مستوى ونابولي في مستوى كما تروا أن نابولي يلقب بالوحش أو كما يلقب بعفريت إيطاليا إزاي بتشوف خروجه من الكاس ومطولة الكاس الإيطالي وخسارته أمام سبيزيا مباراة رائعة رأيت المباراة بأكملها وتابعت تحركات اللاعبين وخططهم وكيف كانوا يتحركون تجاه الكرة نعم ونحن دائما نفاجأ بانتصاراته الصائحة كانوا رائعين مين من الأندال إيطالية؟ أنا عارف طبعا أنك أنت لعب سابق في نابولي وروما أو نابولي وبرما أعتقد لكن خليني أسألك سؤال عن الكرة إيطالية عموما ويمكن هي بعيدة عن فكرة التتويق بعدما كانت مسيطرة طبعا أندال إيطالية لسنين طويلة كنا بنشوف دايما الميلان والإنتر واليوفي على منصات التتويق في أوروبا في البطولات الأوروبية رغم طويق باليوروبا ليج يمكن الموسم الأخير لكن أو قبل الأخير لكن خليني أسألك مين من الأندال إيطالية حاليا اللي ممكن يرجع مرة تانية أو يرجع الكرة الإيطالية مرة تانية تنافس على الألقاب الأوروبية أعتقد أن روما تقوم بعمل مشروع جديد لإعادة نفسها من جديد لإعادة الصدارة مرة أخرى نحن الطليان ننظر إلى الفريق ولا بد أن يتفوق أكثر من فريق في وقت واحد فأعتقد أن روما سيتفوق من جديد نسخة نابولي مع سبالتي الحقيقة بتقدم كرة محترمة جدا وعرفت عشاء الكرة الإيطالية والدوري الإيطالي بأسماء على أعلى مستوى ونتمنى طبعا لنابولي التوفيق في السنوات اللي جاية عشاء نابولي في التمانينيات رجعوا مرة تانية طبعا في الوقت ده نضم بعد تتقلقه في كاس العالم 86 في المكسيك ديجو أرماندو مارادونا لفريق نابولي وكانت الحقيقة نسخة استثنائية حققت الكتير في الدوري الإيطالي ويبقى للكرة في إيطاليا عشاءها وقعدة جمهرية عريضة جدا في مصر أرجو التوفيق طبعا لنابولي في سواء دوري أبطال أوروبا أو في الكالتشو الإيطالي بشكر طبعا فابيانو سانتا كروتشي نجم نابولي وبرما السابق استقبل بعد الفاصل نجم حلقاتنا النهاردة كابتن رمضان السيد والحديث بقى للحديث بقية عن الموندياليتو هتسمع كلام كتير جدا لكن في النهاية أنا أقول كلام ده لكل أهلوية ملخص سؤال اسأله لنفسك واسأله لأي حد بيحاول أنه هو يبسط أو يهون من بطولة كاس العالمقندية بطولة كاس العالمقندية هي أكبر وهي أقوى وهي أصعب منافسة على مستوى الأرض بالنسبة لأبطال القرار بالنسبة لأبطال حققوا البطولات على المستوى المحلي وعلى مستوى القرار والنجاح مش ممكن أبدا يجي صدفة ولو جي صدفة ممكن يحصل مرة أو اتنين لكن أبدا عمره ما يحصل ثمان مرات السؤال هنا ليه الأهلي والسؤال الثاني مين يقدر غير الأهلي لو لقيت إجابة على الأسئلة دي ممكن ترد على أي حد في أي حاجة خلينا نرحب بضيفنا ونجمينا النهاردة كابتر رمضان السيد ضيف حلقة مميزة جدا قبل مناسبة مهمة جدا خلينا نقول مناسبة تاريخية جدا هتجمع بين نادي القرن في أوروبا ونادي القرن في أفريقيا في مباراة رسمية وفي بطولة هي الأقوى على مستوى أبطال القرار بطولة كاس عامل أن دي كابتر رمضان السيد ضيفنا ونجمي حلقتنا النهاردة مساء خيري كابتر رمضان مساء الخير يا أحمد وتحياتي لك حالتنا المعنوية في السماء في السماء صح؟ كمة السعادة وكمة الفرع على الرغم أنه يعني ناس كتير جدا ممكن وهي في بطولة كبيرة زي كده ورايحة تلعب مع ريال مدريد تبقى خايفة تبقى متوترة لكن الأهلوية الحقيقة أعبالهم كبير جدا وفي مدهة السعادة أن هم يلعبوا مع ريال يوم الأربع اللي جاي أكيد اللي خاف يروح نسخة الأهلي في المونديال الحالي وشكل الأهلي قدام أوكلند وقدام سياتل إيه اللي عجبك؟ إيه اللي ما عجبكش؟ إيه اللي ناقص؟ إزاي نكمل قبل ما نروح لماتش الريال؟ يعني طبعا يمكن الشوت الأولاني في المباراتين الحقيقة ما كانش معمول بمنتهى الجدية اللي بتلاقي بيه شوت تاني شوت تاني الأمور بتختلف اختلاف يعني كبير جدا 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 إزاي كان في النواحة البدنية أو في التاكتك اللي بيلعب بيه الراجل أو في الاستحواز أو في الرتم الرتم تبقى سريع جدا عكس الشوت الأولاني الرتم يعني بطيق جدا الحقيقة أنا فاكذا دا ما حصلش في المونديال بس دا حصل في كتير من الماتشاط في الدورة هنا كمان بالضبط بس هي فيها مشكلة بس دي أن انت ممكن ما تضمنش أنك مثلا الشوت الأولاني ما تستقبلش حاجة بالشكل اللي احنا بنقدي به الشوت الأولاني يعني في الريسيات اللي الحقيقة جاتلهم فرص انهم أكا ممكن نسجلوا لو سجلوا كان يعملنا مشكلة لكن احنا في يعني بنبقى في الشوت الثاني لا في كمة حالتنا الفنية والبدانية والاستحواز والانتشار والرتم الرتم السريع جدا جدا اللي احنا بنعمل به تفوق على أي حد لكن احنا عاوزين ان شاء الله بإذن الله لا نبدأ من أول الشوت والله يا حاج فكرتني بحاجة أنا ليلة الماتش كنت هنا في الأهلي في المونديال وكان لازم أشكره الحقيقة على الهواء كابتن زاكي عبدالفتاح لأن احنا عملنا معايا فيديو كول كلمنا عشان بما أنه هو طبعا ليه خبرة كبيرة في الدولة الأمريكية فهو عاد فرقة سياتل ساوندلز فقال لنا نصا كده أن الفرقة دي يمكن تصمد قدام النادي الأهلي وشكر فيها وفي لعباته فرقة محترمة جدا على 13 لعب محترف طبعا أبطال انتزعوا بطولة الكونكا كاف من عندية المكسيك أول مرة فبالتأكيد هي فرقة محترمة جدا لكن هو قال لي أو راهن على فكرة أنه أنه الأهلي يصمد قدام الفرقة دي لمدة 60 دقيقة بعد كده هم هينهروا بدنيا لأنه مش يقدروا يكملوا مش يقدروا يكملوا وقد كان فعلا حسنا فرق كبير جدا بين الأهلي في شرط الأول والشرط الثاني الحقيقي يعني ده كان موجود في المباراتين الحقيقي كان أوكلاند أو سيات الحقيقي بس أوكلاند ده كنا يمكن مسيطارين في الشرط الأول بس في فعالية للسحوز السلبية اه للسحوز السلبية وهم كانوا متكتلين برضو دفعهنا كابتل رمضان من حقهم أنهم يعملوا كده لأنهم الفروق اللي بابين نادي الأهلي وهما فروق كبيرة جدا فبالتالي هم بدي أقولك مسحيات الشرط الأولاني على الأساس أن يطلح 0-0 ويمكن كان هم ماجهين في الاتجاه ده اللي طبعا هدف الحقيقة النجم طبعا حسين الشحات طبعا فك اه طبعا هو ده اللي فك بقى خلاص المبارات يعني انت احنا داخلين الشرط الثاني في مبارات أوكلاند احنا كلنا متأكدين ان احنا هنعمل سكور بعد ما الشاد ده بتاعت الشرط الأولاني راحت فهي دي بس الملحوزة اللي هي الممكن شوية سلبية لأنك انت حتى ممكن مثلا مبارات ريال مدريد لما نيجي عندها انت ما تضمنش بقى ده ريال مدريد لا ده ريال لقصة وحكاية ورواية احنا يعني احنا هنعد اشتغل ريال مدريد ده ال 72 ساعة اللي جاية بس خليني اقول لك برضو انه انا كنت بقول انه المبارات دي بالنسبة اللعيبة يعني لو النهاردة كابتل رمضان وانت طبعا نكم كبير ولعبت وخط مطشط صعبة وطييلة مع النادي الاهلي انا بشوف كنت بقول انه من وجهة نظر اللعيبة انت النهاردة قدام مباراة اسمها فرصة العمر فكرة انك انت مش بس بتلعب في كاس العالم لكن ده انت هتواجه ريال مدريد يعني بالالقاب طبعا هو نمرة واحد على مستوى العالم في الاندية فريق لي جماهيرية وشعبية طاغية فكرة انك انت ممكن لو تجوزت المباراة دي دي مش مباراة التاريخ تالي ممكن تبعيش فيه مباراة هياخدها اللعفة اي مشوار في اي بطولة اهم من مباراة دي عشان كبير بقولها فرصة العمر لازم نفكر فيها اللعيبة تفكر فيها انها فرصة اللي ما بتتكرر مش هتكرر تاجي بص انا اقولك حاجة يا احمد عموما لعيبة النادي الاهلي والجهاز الفني متشال عنهم الضغوط في المباراة الريال مدريد كل الضغوط متشالة بالعكس ده انت بقى يعني قدامك كنجوم النادي الاهلي يعني اقولك حاجة تخيل انت مثلا لعيبة النادي الاهلي في مباراة الريال مدريد قدوا الاداء اللي احنا عملنا مع الهلال السعودي في كاس عالم هنكسب هنكسب يعني لا احنا قدام نجوم النادي الاهلي او نجومنا ان احنا نلعب بثقة ونلعب بروح الفينا الحمرة ونلعب احنا مش خسرين حاجة ولو قدر الله حتى تعرضت لخسرها من ريال مدريد ما هو ده هتبقى خسرها طبعية منطقية اي نادي في العالم ممكن يخسر من ريال مدريد عادي مفيش مشكلة اخذ عشان كده انا بقول لا بالعكس يعني شايف ان الضغوط في مطش الريال اقل من مطش سياتل واوكلند بكتير يعني بكتير انت بتلعب باوكلند الحقيقة يعني لو عملت معك اي نتيجة الدنيا صعبة جدا برضو نفس الحكاية سياتل برضو نفس الحكاية لكن انت في امبورات ريال مدريد لا انت متشال عنك كل ضغوط ده انت لازم نفكر ازاي بقى نعمل ابداع في الملعب صحيح يعني ده مهم وفاجأة كان برح بداية كولر بخط هجومي مختلف تماما عن مطش اوكلند سيتي لا ده هو عمل الصح عمل الصح عمل الصح لانه هو خلي بالك اللعيبة مجهدة يعني محمد شريف واحمد عبدالقادر وحسين الشحات عملوا سرعات يعني محمد شريف مثلا في الممبراط الحقيقة اوكلند لا ده عمل حوالي مثلا عشرين سبرينت بتحرك في ظهر المدافعين وبتتعمله كويس قوي اذا كان من علي معلول او من محمد هاني وهو بياخدها وتعامل معاها ويمكن هو ما كانش موفق انه هو يجيب جوال حسين الشحات لا موجود كبير جدا حسين الشحات هو بنقول ايه انه هو ده حسين الشحات بتاع النادي العين وهو ده حسين الشحات بتاع المقصة نجم كبير جدا ومع الالف مناسبات كتير يا كابتن رمضان ظهر بشكل كبير هتكلم عن نجوم مماطش مبارح من وجهة نظر كابتن رمضان بس هنروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا في السادسة مين لفت نظر كابتن رمضان صحيح الفرقة كلها كانت نجوم بس بالتأكيد مبارح كان فيه لعيبة تقلقت مين لفت نظر كابتن رمضان وإيه السمع العمل الفريق يعني شايف حالة الفريق قبل منروح لمماطش ريال مدريد لا احنا حالتنا كويس الحمد لله يعني انا بستثنى بس الملحوظة بتاعة الشوت الأولاني بديبقى شوية لكن الشوتين ما اللي ممكن يتقال بين الشوتين يغير الشكل كده كابتن رمضان هو الراجل بيعرف الحقيقة النواحي النفسية والدوافع بيعرف يعملها بشكل قوي جدا ومميز جدا حريته للفريق المنافس بتبقى أكبر يعني انت مثلا بيجي فيه ايه فيه مديرين فنيين يقولك ايه مدرب كويس لكن كولر كوتش كويس بيعرف يتيري التسعين دقيقة لان حتى فيه كوتش كويس لكن حتيت قدرته للتسعين دقيقة ما تبقاش قوية فلا كولر من اول ما بدأ معنا لغاية دلوقتي هو كوتش عالمي على مستوى عالي جدا 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 الحقيقة في قرائته للتسعين دقيقة في قرائته للجيم في قرائته للمنافس قبل المباراة وبخلال الشوت التاني في خلال فترة الراحة الحقيقة لا بيصنع الفارق انا بيقولك في المباراتين الشوت التاني الاهلي احسن كتير كتير جدا يعني انا هقولك حاجة مبارات اوكلم يعني بس السبك من الناس اللي بيقولك ضعيفة ومش ضعيفة انت ممكن تقابل منافس ضعيف وما تقدرش تمنع حاجة وتطلع نتيجة سفر سفر وبيحصل في الدور المصري بتلاقي بمنافس اقل منك بكتير جدا والنتيجة تطلع سلبية لكن انت بتتكلم في ايه انا بتتكلم بقي على الكوتش الشوت التاني في مبارات اوكلند انا فرائي احنا دايما الفرقة اللي بتعمل اداء مميز واداء يعني قوي بنقول ايه ده اداء اوروبي لا انت عارف الشوت التاني في اوكلند اداء ايه اداء برازيلي الكرة الصغيرة والوان تو والقعوب والاستحواز والريتم السريع كل ده اتواجد اذا كانت في مبارات اوكلند او اتواجد في مبارات سياتل فدبعا دي لازم على طول تروح للكوتش تروح لل في نقطة ناس كتير ممكن شاهدها في الاعتبار او نسيها او شايفها بما انه كاس عالم يعني فما نتكلمش في القصة دي فكرة ان الاهلي بقى معروف يعني النهاردة لما الاهلي كان بيروح في 2005 ولا 2006 كنتش حد يعرف الاهلي قوي لكن النهاردة لما بتيجي تلعب في بطولة كاس عالم الناس عارفة انه ده فريق وصل لكاس عالم الثلاث على التوالي والثامن في تاريخه عارف انه ده فريق خد تلاتة برونزية فبالتالي استعدادهم وتحضرهم ومذاكرتهم للاهلي على انه مش النادي المجهول اختلفت على انه النادي اللي دايما مرشح انه يوصل مربع ده واخلي بالك يعني ريال مادريد وهو بيستعد انه يلعبنا اتكلموا قالوا كده قالوا الفرقة دي لأ ليها تاريخ في كاس العالم الاندية واتكلموا عنها بشكل ايجابي جدا طبعا زيان بقولك يعني الحقيقة كولر الحقيقة انا في رأيي زيان ما قلت لك منهم مباراة مين تعلقوا من وجهة نسال كبتر رمضان في ماتش مبارح في ماتش مبارح يعني برشتاو الحقيقة في فترات يعني يصنع لك فارق بالسرعة بتاعته بالمراوغات بتاعته بالاختراكات بتاعته بيقدر يضرب اي حد ويضرب مساحة الحقيقة يمكن كهرباء يمكن على فترات بس كهرباء اقل من ثلاث مباراة اللي فاتوا يعني كهرباء في مباراة السياحات الحقيقة لا اقل من ثلاث مباراة اللي فاتوا انت عندك الو ديانج رغم انه هو مجهد جدا لكن في فترات هو برضك اللي بيفير لك بس الملعة تقول لي في الفصل انت حاسيت انه الثلاثة بتاع نص الملعة لا مش هما ويغزبن عنهم الحقيقة تتلاعب مباراة مباراة كبيرة جدا وعمل مجود كبير جدا وخصوصا في العنصر اللي هو انا باعتبر اهم عنصر في لعيب الكورة عنصر السرعة انت عندك حسين الشحات احمد عبدالقادر محمد شريف محمد هاني علي معلول التلاتة الديفندرات اذا كان اليو ديانج او احمد او السلية او حمد فاتحي التلاتة عاملين مجهود رهيب رهيب عشان كده انت بتسألني بتسألني يا احمد دلوقتي ان هل حيات التغيير التلاتة اللي فوق دي صح ولا مصح لا وانا بقولك صح لانهم يعني ما كانوش هيقدروا تماما وخصوصا انه التلاتة التانين برضو يعني التلاتة التانين كويسين طبعا اه طبعا ناحي البدنية حتة الاجهات دي يمكن مصار تخوف شوي يعني انت رايح تقابل فريق اكيد بطل يعني احدش مش بحتاجين نتكلم عن ريال كتير الناس كلها تعلم من هو ريال مدريج في ظروف بالنسبة لك انت صعب يعني انت واحد سفرت المغرب من القاهرة للمغرب رحت تطوان عدت في تطوان وبعد كده سفرت تانجا وبعد كده لعبت ماتش في تانجا وبعد كده هتسفر الرباط خدت في خلال 72 ساعة مبارتين في غاية القوة وبالتالي بدأ شفنا مبارا حاسينا زي ما كنا منتكلم انه اكسبنا ولعبنا مباراة كبيرة بس حاسين انه لا في لعبها منهكة هتتعامل ازاي في 72 ساعة مطلوب منك تحضر فيهم للمغرب ريال مدريج هل القصة قصة بدني بس ولا شايف انه الاستشفى ممكن يبقى لي دور هل تلجأ للعيبة ممكن يكون يعني تفكر في تغيير بعض اللعيبة تفكر في اللعيب مثلا زي خلد عبد الفتاح تفكر في اللعيب زي مروان عطية تفكر في اللعيب زي ربيعة أو ياس يعني تفكر في ده ولا تفكر انك تراهم برضو عن نفس اللعيبة مع تجهزهم بالشكل العفظ لا عن نفس اللعيبة لانك انت بتلعب مع فرقة يعني فرقة قوية جدا 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 فبالتالي بتحافظ على التشكيلة بتاعتك وبتعمل تغييرها اللي هي ايه هو عملها في المبارات الثانية بتاع السيادة الحقيقة. لما غيرت ثلاثة المهاجمين. يعني لعب بكهربا، ولعب ببرستاو، ولعب بطاهر. لا، هرجع المبارات دي للتشكيل الأولانية. حسين الشحات، وأحمد عبدالقادر، ومحمد شريف. أنا أريد منك كلمتين لعبدالقادر بالصراحة. عبدالقادر بالنسبة للجمهور مفيش عليه خلاف. يعني لعيب إمكانيات وفكهة. فكهة بالنسبة للجمهور نادي الآلي فكهة. طبعا يا جماعة، طبعا. بس، الوحيد اللي تحس إنه أنت مستني تطوير. عارف في لعب كبه، فضل عنده حتة كده عايزة تكمل. لو كملت، رأح في حتة تانية خالص. طبعا، بص أنا أقول لك حاجة يا أحمد. أنت فاكر محمد صلاح، من سنة 23، كان عنده حتة المروى في مساحات الدقيقة. ما كانش يعرف عملها. ما كانش فيه. خالص، شوف هو عمل تطوير في أداو إزاي؟ تطوير بشكل كبير جدا. محمد صلاح في حوالي أربع خمس مبارات الموسم ده. أو الموسم اللي فات، بيراوغ مثلا إيه؟ خمسة لعيبة في ربعة دقيقة. ومن ضمنهم إيه؟ دفاع الستي. مش بقى يعني لأ دفاع الستي بيراوغ خمسة لعيبة وبيجيب جول. بحط جول. أحمد عبدالقادر أنا بقول له حاجة. يعني أولا اللعيبي اللي بيعمل موكف واحد ضد واحد ده. حاجة جامدة جدا وندرة في الكرة في العالم. مش في مصر. ده عمل كرة مبارح في المطش. يعني الناس كلها بصراحة كان نفسها تكمل. هو بس كمان في حاجة لازم يطور فيها نفسه. أنا بعد ما بفوت وبعد ما براوغ وبعد ما بختارك. الفينيش اللي هو إيه؟ صناعة هدف أو إن أنا جيب هدف. ده مهم جدا. هقولك حاجة أحمد أحمد عبدالقادر لو طور نفسه في الحتة دي. ده ممكن يلعب أنديد كبيرة جدا في العالم. لأن موكف واحد ضد واحد من أفضل اللعيبة اللي في مصر بياخدوا. حقيقة. وبياخدوا بمهارة عالية جدا جدا جدا. المبارات الحقيقة أوكلند. ده مرقص على خط المرمى. الرجل رقصه وفات. وما فيش مساحة. لعيب كبير جدا جدا. بس هي الحتة دي. أتمنى أشوف بصمة مستر كولر علي. يعني زي ما بنوشيد بكولر في تطوير. أو إن إحنا شوفنا لعيبة رجعت لمستواتها بسرعة. أو وجباتها وأدوارها تطورت في الملعب مع مستر كولر. أتمنى الحقيقة مستر كولر يركزنا إنه عبدالقادر الحقيقة. واحد من اللعيبة اللي هتفيد الكرة في مصر. مش بس النادي. لا صح صح. هو عبدالقادر لو هو يعني عمل تطوير في أدائه في الحتتين اللي هتفيد كلم فيهم دولت. حتة موقف واحد الدواحد بعد ما بياخده. وبعد ما بيختارك هيصنع بقى جول أو هجيب جول. لو عمل دي ده خلاص بقى يعني ببقى من اللعيبة الكبار جدا جدا جدا. صحيح. نقطة ممكن تبص لها من زاوية. تشوفها إنها في مصلحتنا. وممكن من زاوية تانية تبقى متخوف منها. وهي إنه قد يغيب عن فريق ريال مدريد. بعض من الأسماء اللي ممكن تقول عليها الأساسية. أو ركاز الأساسية في الفريق. دي ممكن تكون في صالحنا. غياب لعيبة بحجم تيبو كورتوها. حرس مرمى عظيم بصلاحة. طبعا. ممكن الأفضل على مستوى العالم في الزل طبعا. ابتعد نوير في الفترة الأخيرة. لعيب زي كريم بن زيمة. واحد من أخطر مهاجمين على مستوى العالم. ممكن تبقى في صالحنا. طبعا قوة ضربة. وممكن في نفس الوقت تبقى نقطة تخوف. واحد إنه الضائفة عند الله هيظهر مكانهما هتبقى كبيرة جدا. نمرأتنين إن إحنا نحس إنه لا ريال مدريد مش هو ريال مدريد. في سنة لقدر لا تهاون أولا. طبعا الأسماء اللي أنت بتقول عليها دي. بيصنع الفارق. إذا كان دفاعيا أو هجوميا. لا أسماء كبيرة جدا. وخصوصا كمان كورتوا الحقيقة. نهاردة داخل فيهم جولف مبارات ريال ميوركا. لا. ما يخشش في كورتوا. أنت عندك بنزيمة ده. أنا بعد نهاية دوري أبطال السنة. أنا اللي فاتت قلت إنه بنزيمة، تيبو كورتوا، فينيسي الجونيور. التلاتة لعبة دهل هم اللي يجال بطول ريال مدريد. بالضبط. معدل تلاتة أسماء دهل الريال ما كانش موجود. لا لا صح. يعني بما فيهم توني كروس، بما فيهم لوكا مودرس، بما فيهم كربخال، بما فيهم. هو مودرس طبعا اللي هو بيتحكم في رتم اللعب. واللي هو بيعمل مجبول. ما هو مشكلةها كابتر رمضان إنه ريال ما كانش عنده رتم اللعب. طبعا. يعني الريال حتى في نهاية البطولة، ما لعبش كورة غير هي هجمة راح بيها خلص جابه. هو خلا بقالك فيه إمبارات كتيرة جدا لعبها يخسرها. كلها. ما يكسبش. كلها بصراحة. يعني كل المباريات. قدام السيتي رجع بمعجزة. قدام تشيلسي نفس الحاجات. باريس سان جرمان نفس الحاجات. لا صح كل إمبارات اللعبها بالظبط. فأنا بقول لك إحنا يعني هما زي ما بقول لك عندهم أولا جناحين جمدين جدا جدا جدا. قصة هاني ومعلول. طبعا. هاني ومعلول. عشان كده أنا بقول إنه هو لو هاني تلع في الهجمة يبقى معلول لازم يثبت. وفي نفس الوقت حمد فتحي لازم يغطي هاني يغطي المساحة دي. هاني ولا خلد عبد الفتاحة كابتر رمضان؟ لا هاني. مطش ده. لا هاني. ده مش تقليل من هاني لأنه هاني علامي. يعني الناس بتراهنا على هاني على فينيسيس جونيور. زي ما شفنا كده نسخة هاني في بايرن مع كومن وألفونسو ديفيز. بالزبط. لكن برضو هنا ممكن تفكر في أو ممكن مستر كولر يفكر في فكرة إنه خلد عد فتاح مدافع. يعني هو أساسا مساك. مركزه الأصلي مساك. وعنده أنصر السرعة وعنده أنصر الكوة. ممكن يكون سيناريو مباراة الريال مع وجود فينيسيس جونيور. أفضل أجناحة في العالم الحقيقي في الوقت الحالي. ممكن يكون تفكير في خالد وارد ولا أنت تفضل إنه هاني هو. لا طبعا. أنا أفضل إنهاني اللي يبدأ. لأن هاني بقاله 8 مباريات في مستوى عالي جدا جدا. إذا كان بدنيا أو فنيا. ورجع المستوى اللي إحنا كلنا عارفين فيه محمد هاني. لا. وبعدين هما محمد هاني وحسين الشحات. اللي اتنين بيعرفوا يعملوا الحتة الهجومية. وبيرابطين مع بعض. وبيعرفوا يدفعوا. حسين الشحات خلي بالك بيعمل مساندة مع محمد هاني. مساندة كبيرة جدا جدا. عكس أقولك حاجة. عكس برستاو. برستاو ممكن يكون تاخد منه الحتة الهجومية. لكن يرجع مع محمد. لكن يرجع مع محمد. لا ما عندوش دي. ما عندوش. حسين بقى الشحات. لا الفترة اللي فاتت كلها. اللي اتنين الحقيقة. عاملين تجانس مع بعض بشكل كويس قوي. في النواحة الهجومية. وفي نفس الوقت. في النواحة الدفاعية. أولا محمد هاني. يمكن الفترة اللي فاتت كلها. في كل مبارياته الحقيقة. لا حتى المواقف الدفاعية. بقى يتعامل معها بكوة. ومتعامل معها بشكل قوي جدا. يعني مواقف واحد الدواحد. الدفاعي. لا زاد عند محمد هاني بشكل كبير جدا. زاد حسين الشحات. اللي هو المفروض بيعمل مساندة معاه. لازم بيكون موجود. عشان يقفله الحتة دي. حسين الشحات. أحمد عبدالقادر. شريف. تشكيلة بدأ بيها مباراة. برسيتاو. كهربا. طاهر. تشكيلة. حسين الشحات. أحمد عبدالقادر. برسيتاو. ممكن يكون خيار مطروح قدام. مارسيل كولر. أو حسين الشحات. مع طاهر. مع برسيتاو. برضو ممكن يكون خيار تاني. الرجل بيشتغل ايه؟ فني. ولا بدني أكتر في مبارزة ريال مدريد. هو برضك خلي بالك. ولا يفضل فكرة. يعني نعتبرهم خطين. مستويات الانسجام بينهم خلاص هما ستين. يا التلاتة دول يا التلاتة دول. هو في نقطة مهمة جدا. هو أولا هيبقى تفكيره. إن أنا إزاي أدايق مساحات. زي ما النهاردة ريال ميوركا الحقيقة. عملوا جيم عشرة العشرة على ريال مدريد. بلعبوا زون نص ملعب. طبعا. 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 عملوا مباروان تعرف إيه؟ بلعبوا زون نص ملعب. أول ما بيفقدوا الكرة. وبعد كده ما فيش مساحات خالص. لا الأجنحة اللي هي المميزين جدا جدا. ولا الحتة الاختراك من العمق. ما فيش مساحات. أحرزه هدف وحفظه عليه. هو مستر كولر الحقيقة. ده السيناريو الأنسب للمباروة. آه السيناريو الأنسب. لأنك إنت لو فتحت الجيم. لا مشكلة. يعني أنا أقول لك حاجة التلاتة اللي فوق. ممكن يبقوا مين؟ ممكن يبقوا حسين الشحات. ومحمد شريف. وطهر محمد طهر. وأقول لك طهر ليه؟ لأن طهر عنده برضك نفس الميزة بتاعت حسين الشحات. إن هو مجبود وكبير جدا. وبيرجع يعمل الوجب الدفاعي بشكل قوي جدا جدا. فالثلاثة ده هتلاقيه أنت مميز فيه في النواحة الوجومية. وفي نفس الوقت تبقى مميز فيه في المساندات الدفاعية. مع حسين الشحات مع محمد آني. وطهر محمد طهر مع علي معلول. وخلي بالك كمان مهم جدا جدا. إن برضك علي معلول يبقى عنده مساندة من الجناح بتاعه. لو أحمد عبدالقادر بدأ برضو فيه مشكلة شوية المساندة الدفاعية. ما بتبقى زي طاهر مثلا طهر نحمد طهر. عشان ما يتكررش سيناريو باير ميونيخ. وسيناريو بالمراس في المواجهة التانية. مواجهة بتاع السنة اللي فاتت. اللي احنا خصمنا فيها المباراة. وتقال إنه بعد المطشين دول. إنه الأهلي لو كان لعب جيم بجرأة أكبر شوية. وإنه مسر مثلا بيتسو مسلماني في التوقيت ده كان يعني لعب كورتو. كان ممكن نتيجة تبقى غير. هل شايف إنه ده ممكن يكون وارد في مطش ريال؟ ده وارد بنسبة كبيرة جدا. إحنا بصنا نقول لك حاجة. إحنا الفترة اللي فاتت. لما بنلعب كورتنا. اللي أنا يعني حتى غير أوكولند وغير سياتر. في الدور المصري. لما بنلعب كورتنا. هل بنعمل تفوق على أي حد. على أي حد. لأن الراجل الحقيقة يعني عامل حتة الاستحواس في التلت الوسطاني. وعامل الرتم السريع جدا في التلت الهجومي. بشكل مميز جدا جدا. إحنا لو إحنا أمننا إنه واحد دفاعية. زي ما قلت لك بحسين مع محمد هاني. وبيعمل بحسين بيعرف يعمل المسندة. وطاهر مع علي معلول. وطاهر بيعرف يعمل المسندة. لما نيجي نستلم الكورة. لا إحنا نختارك ونختارك بجرأة. ونختارك ما فيش قلق. لا إحنا عندنا تيم قوي. ليس عندنا تيم قوي. يمكن واحدة من الحقيقة. برضو لازم نكرر مرة تانية. ونأكد في كل مرة على الدور الرائع. اللي بيقوم بيه الجماهية المغربية. أنا قبل مطش مبارح. يقللت المباراة عطول. قلت إنه الأهلي بكرة. هيواجه سياتل على أرضه وسط جمهوره. وقد كان الحقيقة. وأعتقد إنه برضو فكرة المسندة الجمهورية. وفكرة البطولة في أرض العربية. عاملة معنا فرق يا كابتن عمضان. طبعا. طبعا. أنا أقول لك حاجة. هذه اللعبة محرومة من الجمهور هنا. طبعا. طبعا. أنا مبارتين. حس إنه الأهلي بيلعب في ملعبه. في السادة القاهرة. إيه ده. يعني التشجيع دوت. ومش تشجيع كده. يعني لا بالعكس تشجيع بقلب. ويعني مساندين بشكل كبير جدا. ويمكن إحنا أخلي بالك. إحنا برضك في حتة العرب. في حتة الحب بديت. هم الناس شافت برضو. إحنا قفنا من قلبنا كده. إحنا كنا يعني طائرين بأداء المنتخب المغريب الحقيقي. وكمة السعادة وكمة الفرح. وكمة المساندة. فبالتالي برضك هم يمكن برضك بيردوا الحتة دي تأكيد يعني. ليه الأهلي؟ ومين يقدر على اللي بيحصل ده غير الأهلي يا كابتر رمضان؟ وهل القصة قصة كرة وقصة لعيبة وقصة جهاز فني وقصة تسعين دقيقة هي عمر المباراة؟ ولا القصة بتبتدي من قبل كده بكتير؟ القصة كل حاجة. كل الحاجات اللي أنت قلتها. أنا بس الحقيقة أنا عاوز أرجع لحاجة. حاجة أنا في رأيي حاجة مهم جدا. في الكورة يعني في الملعب؟ مش في الملعب لا. أنا الكابتن محمود الخطيب. الناس كانت الفترة اللي فاتت التلات مواسم ولا المسلمين الأخار دول. الناس كانوا بيلوموا على الكابتن محمود الخطيب أني ما بيردش. أو مش عارف ما بعملش إيه بتاعه. تخيل الكابتن محمود الخطيب وهو ما بيردش. مين اللي بيردله؟ ربنا. ربنا بيتجيب له حقه. على أن مظلوم. مظلوم ظلم رهيب. رهيب. أنا ما شفتش كده قبل. أنت النهاردة أي حاجة للأسف الشديد. أي موقف في نادي المنافس بعيدة عن الكابتن محمود الخطيب خاص يقولك محمود الخطيب. يعني مش عارف العيبة متقيدش يقولك محمود الخطيب. يحصل مش عارف إيه يقولك محمود الخطيب. يا جماعة إيه يا جماعة. عشان كده أنا بقول إن بقى مش هو اللي رد. ده ربنا اللي بيردله. خلي بالك التوفيق ده. برضك لازم أنت عندك حاجات عشان نجيلك التوفيق. حاجات كويسة عشان نجيلك التوفيق من عند ربنا. أعتقد إن الفترة الأخيرة لأ ربنا بيرد حق المظلوم الأسطورة أفضل شخصية ريادية في مصر الكابتن محمود الخطيب. اللي بيبص على القمة وبيبص شراء كابتن رمضان. طبعا طبعا. اللي هدفه النجاح. اللي هدفه إنه ينجح. اللي بيدور على شماعة. ولا بيدور على سحر ودجل وشعب. ولا بيدور على مشكلات. اللي بينجح مركز في كراستو. وهو الكابتن محمود الخطيب هقول لك حاجة. أنا وهو أنا اللعيب معاه. أو إحنا زملاء وإحنا في الملعب. يا جماعة ده شخصية حاجة إيه يا جماعة. هقول لك حاجة. إحنا مثلا كلعيبة. بجلنا أوقات كده نقول ألفاظ مثلا لبعض. مش عارف إيه بتاع. الكابتن محمود الخطيب عمره ما قال لفظ خارج. أكسملك بالله. مش بقول لك كده بقى يعني كمان. عمره وهو نجم كبير كده وهو معانا وبتاع. عمره ما قال لفظ خارج. طب أنت عايزين إيه يا جماعة؟ عايزين إيه؟ يعني الراجل بيتق الله. يعني الراجل للفترة اللي فاتت دي كلها بيتق الله. شايف أنه يعني في أوقات كثيرة جدا الجمهور في بعض الأوقات. وسائل إعلام في أوقات كثيرة جدا. المسؤولين عن الكرة في مصر يعني. لجنة حكيم، لجنة حكام، اتحاد كورة، ربطة أندية. يعني لا نستثني أحدا يعني. ما قدموش الدعم الكافي للأهلي في أوقات كثيرة جدا كابتن رمضان. يعني يعني هو مواقف كثير أكتر من أن نعود أذكرها الحقيقة. لكن هل بتشوف أنه رغم النجاحات الأهلي. يعني النهاردة الأهلي الحقيقة كنت بقول أنه مشرف مصر ومشرف الكرة مصرية ومحسن سمعة الرياضة في مصر. حتى أفريقيا. هل تشوف أنه ممكن يبقى نتيجة ده أن الأمور ينصلح لها؟ أنه الأهلي ممكن يلقى بدعم من المؤسسات دي أو من المسؤولين دول في أوقات كثيرة؟ ولا ترهن على أنه لن يتغير من الأمر الواقع شيء؟ لا لا أبصر أقول لك حاجة يعني النادي الأهلي عموما يعني مئة سنة أخذ بالك هو هو النادي الأهلي. يعني أنت النهاردة حتى لما بيجي أوقات مثلا حاجات في التحكيم حاجات مش عارف في الربطة حاجات بتحصل مش عارف إيه. النادي الأهلي مش في طريقه لقد أنا أقول فيه فترات؟ يعني النادي الأهلي بيحتاج مصندف إيه؟ أن ياخد حقه؟ أنا أتكلم في أنه ياخد حقه أبصر بكلم مصندف أنه حد يجامله. أنا مش عاوزين حد يساندنا ولا يجاملنا. يعني هو موقف زي مثلا تنظيم نهائي دوري الأبطال في النسخة الأخيرة ده. ما كانش الأهلي يستحق فيه أنه يدعم اتحاد الكورة في مصر. موقف زي مشاركة الأهلي في المونديال من غير نص العيبته الدولية. ولمسؤولين في الاتحاد يقول الأهلي هيشارك في المونديال بكل العيبته. مش كان يستحق أنه ي... عشان كده يا أحمد أنا أقول لك ده ربنا أنا بيجيب لك حقك. أنت مفروض ما تلعبش كاس عالم الأندية للموسيم ده. صح أو لا مصح؟ دي عدالة السماء. آه، هي دي. هي دي. مش بس أهرد لك طبعا للوداد اللي خرج مبارح قدام الهلال مبروك لأشقاء في السعودية كان مباراة. طبعا مبروك هوية جدا. مبروك هوية جدا. والفرقتين كانوا يستحقوا التقاهل لكن طبعا القرع حطت فرقتين عربيين في مواجهة واحدة. لكن خليني أقول لك كمان مش فكرة بس أنك تشارك. يعني ها عدالة السماء مش أنك أنت تروح شارك في البطولة. لا طبعا. أنت متأهل عن جدارة واستحقاك ورايح تلعب مع ريال مدريد. بالضبط بالضبط. أنا بقول لك الحقيقة أن الطبيعي. الطبيعي أننا كنا طبعا ولا حتى واحد في المية. أننا نقول هنلعب كاس عالم الأندية. شوف ربنا جابها إزاي. شوف ربنا جابها لك إزاي. فعلا عدالة السماء. النهاردة لما الوداد بياخد البطولة. وبتتلعب في المغرب. خلاص. يبقى البديل لي وصيف البطولة. ووصيف البطولة. وأنت بتلعب البطولة دي كممثل عن قارة أفريقيا. بالضبط. يعني الوداد هو المستضيف الحدث. وأنت ممثل قارة أفريقيا. وأنت ممثل قارة أفريقيا. فعشان كده أنا بقول لك الحقيقة. يعني الفترة اللي جاي دي. إحنا بنتمنى العدالة تبقى موجودة الحقيقة. لو العدالة توجدت. أعتقد. إحنا عندنا الحمد لله. كل الأساسيات اللي موجودة عندنا. إذا كان مجلس إدارة. إذا كان جهاز فني. إذا كان لعبين. كل الحاجات دي. على مستوى علي جدا. 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 الحقيقة كمان يمكن. كنت بقول في بداية الحلقة. ويمكن اللي ما تابعنيش. خلينا أقول مرة تانية. أنه حقيقة ترجمة حقيقية. لشغل ومجهود الزملاء هنا في القناة. اللي إحنا دايما حرسين. أنها تبقى مشرفة. لجماهير أعظم نادي في الكون. وطليق بلوجو أشعار النادي الأهلي. أنه واحد من أهم مكاسب البطولة دي. وقبل المواجهة المنتظرة بين الأهلي وريال مدريد. أنه يبقى فيه تنسيق وبروتوكول تعاون. متبادل بين قناة الأهلي وقناة ريال مدريد. وده شيء بيعكس طبعا. الحقيقة يمكن تميز القناة. وبالتأكيد طبعا. قناة بحجم نادي. بتشايل شعار نادي ريال مدريد. ما كانش ممكن أبدا. يعني تكون مرتبطة بأي قناة وخلاص. بالتأكيد طبعا. ده بيعكس المكانة الكبيرة جدا. والنجاح الكبير جدا. اللي بيمر بيه النادي الأهلي. وأعتقد ده يمكن واحد من. زي ما اللعيبة في أوقات كتيرة. أو الكورة. أو مجلس الإدارة. بيتطلقوا انتقادات على عدم الرد والتعامل. برضو ده بيبقى جزء من المرسايا اللي بيوجه لنا جمهوري. القناة هنا عندنا. قناة برضك إيه؟ قناة محترمة. الناس كلها اللي بتشتغل في القناة. حاجة محترمة جدا جدا جدا. هقول لك حاجة. انت عارف. يعني أنا قلت. قبل كده في تصريح اللي هي الحقيقة. أنا لو قاعد في قناة النادي الأهلي. ومقدم البرنامج. بيسيء مثلا. للزماية اللي هي في نادي الزمالك. وحسن شحاتها. فاروق جعفر. خواجة. مش ممكن ده يحصل. ما أنا أقول لك. مش ممكن. مش ممكن. لأنه الناس دي الحقيقة رموز وقامة. احنا بنحترمها وبنقدرها بشكل جديد. لكن أنا بقول لك. في حاجة بس ردا على زملاء لينا يعني. اي. لا. هقول له. لا يعني بناش الحتة دي. اي. او. لو الدنيا خلاص قفلت يعني. هستأذن. اي. لأن ما ينفعش نعود في مكان. وزميل لي. أو صديق لي. أو زميل ملاعب لي. يتهان. يا جماعة ما ينفعش. يعني شوف. يعني إحنا. وأنا ما عنديش شك إنه. اللي هقوله ده. مشاعر جزء كبير جدا من الأهلوية. إحنا أنا شخصيا. ويمكن كتير من الأهلوية. بيستاءوا لما بيشوفوا اسم نجم في نادي الزمالك. أو رمز من رموز نادي الزمالك. بيتم إهانته على أي مكان. أو أي وسيلة إعلام. أنا لسه. أنا لسه متكلم على حزم إمام. في الواقع الأخيرة دي. إنك تهين حزم إمام. حزم إمام رمز من رموز القرى المصرية. حاجة. يعني. وبردك نفس الحكاية. كمة الأدب اللي في الدنيا. أدب وتربية. وزوق وأخلاق. وعمره ما بيغلط في حد. عمره ما بيغلط في حد. إحنا مش بنكلم بس علينا إحنا. أنا بتكلم علينا عشان. كمة الظلم. اللي هو آيه على الكابتن محمد الخلي. كمة الظلم. يعني أنا. بستعجب. بستعجب إزاي يا جماعة. ما حدش برد على الناس دي. يا جماعة. يعني. هو أنت بتاخدوا الراجل المتربي. والراجل الأخلاق. والراجل. يعني. يعني. عقلية جميلة. وحاجة جميلة. أو. إزاي. ده مفروض ده. يعني. البالة تدافع عنه. قبل غرد اللي بيحصل ده كابتن رمض. طبعا. يعني أنا بقول لك. شوف ربنا. ربنا. إحنا مفروض ما نروحش كاس عالم. إيه اللي يودينا كاس عالم. ربنا. المفروض. إزاي ما قلت لك. إن الكابتن محمود الخطيف. حتى ولو في تصريح أي حاجة بتاع. ما فيش ما بيردش. ربنا رب يردوا له حق. صحيح. أرجع لمطش الريال تتوقع. مفاجئات من مستر كولر. لا. أنا متوقع. طريقة أو تشكيل. متوقع اللي هيلعب بنفس الطريقة طبعا. نفس الطريقة اللي عبنا بيها. نفس الطريقة. أربعة ثلاثة ثلاثة. أربعة ثلاثة ثلاثة. طبعا. طبعا. لأن حقيقة. زي ما بقول لك. أولا محمد عب منام ومحمود متولي في حالة كويسة. ما نذاكرش مطش زي مطش البرس. يعني مع. يعني. لكن الحقيقة سيناريو مباراة برشتونة والريال في ماتش السوبر. يجب كبان أن يتحط في الاعتبار أن برشتونة كشف كثير من نقاط ضعف فريق ريال مادريد. في وجود كامل السكواد بقى. نحن نكلم على كل النجوم. بالضبط. من كورتوال غاية بنزيمة. عشان كده إحنا. الطبيعي إن إحنا يبع عندنا ثقة في نفسينا. وإحنا نزلين بداية المباراة. هقول لك حاجة. لا. إحنا نزلين بنقول لبعض كده. وذلك هذا وارد. وارد بنسبة كبيرة. لأن كما قلت لك. إحنا كائنا كسبنا ريال قبل قياة. وكسبنا بسكواد أعلى كثير من الـ بالضبط. وعلى فكرة اللي بيقولونه إنها مباراة دائم على الشكة بالرمضان. عندما يقولون لكم كائنا إحنا كثبنا ريال قبل كده. فيقول لك يا عم دي كانت مباراة دائم ولمش عارف إيه. لما فرقة بحجم الريال والععيبة زي لويس فيجو وزينة دين زيدان وروبرتو كارلوس وكاسياس ورأول جونزالس وبقيت الاسكوادر الجالاكتيكوس دول يبقوا مغلوبين واحد سفر لا هيبتدوا يلعبوا كرة ويغلوا كرة ويبقوا عايزين يردوا ويحبوا انهم اتغلبوا يعني هم مش يتغلبوا عشان جايين مباراة دية لا اتغلبوا عشان انا كنا عمين تفوق في المباراة شايف ازاي المفاجآة ترجع سؤالتي ايه الممكن يكون مفاجآة في المباراة كطريقة او كاختيار لاعب يعني هو هو طبعا زي ما قلت لك التشكيل مش هيتغير على المطش الاولاني مباراة تقوم مع المطش الاولاني لو عملت تغييره هتبقى في طاهر محمد طاهر ومكان احمد عبدالقادر ويبقى احمد عبدالقادر وورقة معاك زي ما قفش ورقة معاك لان دي هتقفل لك المساحات اللي هية اللي هم التميز اللي عندهم في الاجنيحة الحقيقة لكن انت لو انت بتفقد الكورة وتنزل تحت الكورة وتلعب زي نظر ملعب وتليق مساحات وتعتمد على السرعات اللي عندك لا انت خلابالك ممكن تختارقهم تختارقهم من الجنبين وتختارقهم من العمق كمان محمد شريف زي ما قلت لك التحرك في ظهر المدافعين ده يعني تميز لرأس حربة بشكل كبير جدا وعنده السرعة بقى عنده لما بيقطع في ظهر المدافع بياخد الكورة يمكن هو في مرات اوكلند اضاع مثلا بتحوالي اربع خمس فرص كانوا سهلين جدا ان هو يتعامل معاهم لكن انا بقولك بقى على ايه السرعة اللي عنده والتحرك في ظهر المدافعين اذا كانت تشكيل زي ما حاج بتقول اهم الاوراق الربحة اللي ممكن نرجع لها على مدار المباراة بالزبط مين ممكن يكون يعني انت لو بدأت بالشكل دوت طبعا انت عندك برا كمان دكة قوية جدا جدا وتقدر تصنع الفارج بيها في اي وقت هتعمل تغيير لكن جوه الملعب اعتقد محمد شريف هيبقى ليه دور كبير جدا في المجموعة اللي بدأة حسين الشحات هيبقى ليه دور كبير جدا طهر محمد طهر هيبقى ليه دور كبير جدا طبعا حمدي فاتحي والسلية في الدور اللي الراجل مدهولهم ان انا بيعملوا مساندات هجمية وبيخشوا الثمانتاشر طبعا قليو دينج هو اللي بيأمين لك عرض الملعب واللي بيأمين لك الحتة دي علي معلول كان عنده ميس باس كتير معشان كده انا بقولك اول ما قلت لي التلاتة اتغيروا علي معلول نفس الحكاية ومحمد هاني نفس الحكاية مش هو اداءه بتاع مبارك بوكرين لا ان شاء الله بإذن الله اللي التين هيبقوا في حالة كويسة والتنين مفاتيح لعبي بشكل كويس قوي وعلي معلول بالذات بيعرف يحط الكرة البينية لمحمد شريف من وراء المدافعين وضع انها تعليمات مستر طبعا طبعا انت مش هتعمل دي حوالي 6-7-8 مرات وانت مش مرى عليها لا ضربت يعني في انتظار اللقاء ان شاء الله بإذن الله وكلنا انا متفائل حقيقة وتمنى خير وزي ما قلت اهم حاجة قالها كابتر رمضان انه الميزة الاوضح في المواجهة سيبك بقى من قصة مين رايح او مين مش رايح مين هيلعب من من ريال او مين مش هيلعب ويغيب عشان اصابات انا في رأيي انه اكتر حاجة قالها كابتر رمضان وعلى لعبتنا انها تركز عليها ان دي ممكن تكون اقل مباريات البطولة من ناحية الضغوط الموجودة على اللعبين ويجب ان احنا نستغل ده بشكل كويس جدا واحنا بنلعب مع واحد من افضل فرع العالم طبعا ريال مادريد نوارة الدنيا كابتر رمضان ربنا اخليك يا احمد زي ما فرحنا ان شاء الله في المواجهتين ان شاء الله هنفر حيوم الاربعة بإذن اللي ان شاء الله الاهلي قدر يفرحنا يوم الاربعة وفي جميع الاحوال احنا في منتهى الفخر الحقيقة بالمستوى المشرف والارقام اللي بيكسرها الاهلي في كل مشاركة ليه في المنديال وخصوصا المنديال الاخير مشاركة تمنى والوصول للمربع الدهب للمرة الخمسة في التاريخ والمرة التالتة على التوالي كل الشكر لي كابتر رمضان ربنا خليك يا احمد ونبارك لبعض ان شاء الله بإذن الله ونبارك ونفرح مع الجامعة اليومين اللي جايين كلهم ريال مادريد وطبعا بالتأكيد الاهلي حضر معنا وان شاء الله بإذن الله من أول ما البعثة توصل للرباط هنتطمن عليها وهيكون معنا طبعا زمالينا هناك في قناة الاهلي يطمنونها في رسالتنا أو رسالتهم اليومية من الرباط على بعثة النادي الاهلي من بكرة ان شاء الله حلقة خاصة جدا عن مواجهة الاهلي وريال مادريد بشكركم على المتابعة ودايما على كل خير نتقابل في السادسة